موسيقى السلام عليكم اليوم راح نديرو تختولات ملحين تختولات صالي وش نحتاجو في تختولات تعنا عندي 25 جرام زبدة عندي زوج صفار بيضاء زوج صفار رشة ملح عندي مغرفة صغيرة خميرة كيميائية عندي هنا مغرفة صغيرة سكر وعندي هنا مغرفة كبيرة نشاء او ميزينة وهنا عندي 200 جرام فارينة ما يعادل زوج كيسين تقريبا وفي الاخير راح نلمها بالمال بارد لكن الماء راح نديرو غير شوي ما نحتاجوش بزيف نروحه مباشرة طريقة التحضير اولا راح نسبك في الزبدة تاعي اللي راني قطعتها طرف طرف هالطريقة وننسي نحلها مليح بيضي من بعد ننضيف الفارينة ننسي ندخل الفارينة مليح في هذا الزبدة ندخلها مليح ندخلها مليح بها الان بعد ما دخلت الفارينة مليح نضيف زوج بيضات تاعي منزينة 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 ندخلها منزينة ندخلها تصبح بها بطريقة لموها فقط نغطيها ونخليها ترتاح لمدة نصف ساعة نرجع لكم بعد ما نرتحت مليح مدة نصف ساعة هايليك سنحلها ونقضعها دوائر بيضيحها في ملتعنا انا كنت مجددا للموتاوي قمت بزبدة و قمت بزبدة ننهزه بالوحدة و نضيره في الليمون خاف بارقة نستطيع دخلهم بشجيناء لفغم و لا يمكن أن يقعدوا لكل حوال شيئا بوجه زيقين تقدري تنحيهم خاف بارقة و دخلت أخر و بعد كملت بس المرتجات ننهز فرشيطة نخرجهم فرشيطة ونجعلهم لمدة 15 دبقة ونخرجوا لتغطولات التاعي كونوا طابوا الآن بعد ما طابوا لتغطولات التاعي هامليك كذلك حميين تجعلهم يبردوا شوية ويتنحيوا فا سلمون يجيو هايلين وحشش وقلاء خفيفة كنت ثانية وجدت لفخص تاعي لفخص بالنسبة للحشو هذا كل واحد يدير واش يحب واش يقدر انا درت بيض مغلي ثم بيضات ودرت ماسيدوان ولوتون درت لوتون وزيت لهم المايونيس نحشي لتغطولات التاعي ونرجع لكم الآن بعد ما وجدوا لتغطولات التاعي هامليك كيفش يجيو يجيو روعة ننصحكم تجربوهم يجيو هايلين وفي الاخير نقول لكم اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش تديروا ليجام وفعلوا زر الجرس واللي مش مشترك يشترك وفي الفيديو الجاي ان شاء الله وشكرا سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة